السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم يا دا كترة? يا ستزا ويا بش مهندسين طلابنا الاعزاء طلاب دفعة عشرين تلاتة وعشرين. ان شاء الله بازن الله وبين اي وفقنا احنا دايما هنحاول دايما ننزل لكم السلسلة دي. سلسلة بتاعت التلخيص بتاع الليسن. اهم اللي عايزك تطلع بيها من الليسن. كل الليسن نحاول ننخصل حضرتك في وقت صغير وقت قليل جدا عشان تقدر حضرتك تراجع على الليسن من باب في ناس بتحب الخلاصة. في ناس بتحب الزاتونة. في ناس بتحب خلاصة عشان هو دا اللي هي عايزة تفتكره. احنا هنحاول نعمل لحضرتك مع الشرح. خاصة هتنزل على يوتيوب. لكل طلبنا بتوع اليوتيوب كمان. عشان نشرح فيهم خلاصة كل لسن. نبدأ مع بعض يا دا كترة ويا ستزا ويا بش مهندسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول فيديو من فيديوهات سلسلة الزاتونة. ويرجعنا لكم تاني يا دا كترة ويا ستزا ويا بش مهندسين. مستري استاذي. ممكن اسألك سؤال نعم حضرتك. الحصة اللي فاتت تكلمنا عن ايه? مستر الحصة اللي فاتت بصراح حكا اتكلم معنا كتير قوي. عدنا اربع ساعات نشرح في حاجة كتير. حكا عدت ساعتين تشرح. وفينا خدت لنا يلا نبدأ الدرس. فانا من كتر ما انت تعبتنا في الشرح. انا فصلت ومش فاكر اي حاجة على الحصة اللي فاتت. وحاس نتائي ومتلقبط في اول حصة. طبيعي. عادي جدا. وحاجة عادية. طبيعي انك في اول كويز واول حصة. تبقى لسا الدنيا مش واضحة معك. المهم انت تركز قوي معي في الكرام اللي هقوله النهاردة. الحصة اللي فاتت تكلمنا عن حاجة اسمها او كان عنوان الدرس بتاعنا اسمه. عشان نوصل لكلمة دي قعدنا ساعتين. من اشرح ونتكلم? كنا بنقول في الاول واخد بالك الحيطة دي مهمة جدا جدا جدا. ان انت عندك فيه اربع حاجات. اس و بي و دي و اف. الاس و البي ما ليش دعوا بيهم? ليه دعوا بال دي وال اف. اللي اتنين مع بعض اسمهم ايه? الله ينور على حضرتك. اسمهم يبقى مستر يعني ايه كلمة في الديفنيشن اللي حضرتك قلتلنا عليه. بص كده وركز معايا قوي. الترانزيشن ايلمنس عملنا لها ديفنيشن. قلنا عليها هي الايلمنس بتاعت. الدي اند اف. ما له او او ساب ليفل. ما له حضرتك اهم شرط بيكون مش مليان. سواء في حاجتين. حاجة اسمها وحاجة اسمها واحدة واحدة. لازم ادي ما يكونش مليان دي و اف ما يكونش مليانين. دي اسمها ايه? ترانزيشن ايلمنس. قمال يا مستر. مين هي بقى? المين ترانزيشن ايلمنس. دكتوري ورئيس قسم الكيميا ركز معايا اكتر. بص كده معايا في الساهم ده كده مع بعض كده ونركز مع بعض فيه. جوة حاجة اسمها يا رئيس قسم الكيميا حاجة اسمها ارجع كده اهو. حاجة اسمها مين? ترانزيشن ايلمنس. والمين ترانزيشن ايلمنس دي اللي جواها الدي بلوك. ولازم يكون نوت كومبليتلي فيلد. واخد بالك حاجة اسمها اينار ترانزيشن ايلمنس. ودي دكتور حوضة هي عبارة عن الاف بلوك. حبيبي الدي بلوك دي كان فيها بتبدأ من اول بريود نومبر فور. الدي بلوك موجود في المدل. والدي والاف مع بعض عددهم اكتر من ساكستي. يعني اكتر من نص. خد بالك كمان. حضرتك يا دكتور اللي عايزه الغالي. ان المين ترانزيشن ايلمنس دي بلوك دي. بتتمثل عندنا. اول حاجة اهو والتانية والتالتة والربعة. اول واحدة كان اسمها ايه يا مستر? كان اسمها. والتانية اسمها ايه? والتالتة اسمها والربعة اسمها كم سيريس? اربعة. فارست وسكند وثيرد وفورث. واحنا حفزنا مع بعض الحصة اللي فاتت. يعني بيبقى سبليفر هلو جدا جدا جدا. احنا بقى علينا من كل الكلام ده ايه? بص كده معايا. احنا قلنا ترانزيشن ايلمنس فيها مين? وهناخد في المين مين الفيرست اللي هي اللي قدامك دي. الفيرست ترانزيشن سيريس. جوة الفيرست ترانزيشن سيريس فيه ايلمنس وقلناها باغنية. سريعا نقولها مع بعضها. كل يقول معايا ساكاتي 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 في كرم من ايرن. كرم من مينيات. كرم من ايرن. بعد اذنك كوني كوني كوبالتونيكل كوني كوبر مش زنك. ليه مش زنك؟ عشان الزنك يادا كترة نان ترانزيشن ايلمنس. عشان ايه مصر؟ عشان الزنك ياسك اخواتكم نان ترانزيشن مش ترانزيشن. وجيبلك سؤال في كويزة عليه. ها قلتلك ايه مقلتلكش الزنك. لأ. قلتلك مين اللي تحت الزنك? ها. اللي تحت الزنك حاجة اسمها الكادميوم. متحت الكادميوم الميركري. جبتلك ميركري وكوبالت وآيرن وكروميوم. وقلتلك مين في دول مش ترانزيشن؟ اكيد الميركري. لان كل جروب دي نان ترانزيشن. صح عمصر هيدي جروب كام؟ ابدأ معا من هناك. مش اللي الالكترونيك كونفجريشن هنا بخط صغير. يبقى اعمل ثري ومدام اخرها دي اكتب بي. واللي بعدها فور بي. واللي بعدها فايف بي. واللي بعدها خلي بالك منها ليه قاضي عشان دي عندها ابنورمال الالكترونيك كونفجريشن. كروم يامو كابر. ها فور اس وان وثري دي فايف. هتبقى كام يا مستر? هتبقى وان وفايف يبقى سيكس بي. واللي بعدها مانجنيس تو فايف يبقى سيفن بي. واللي بعدها يا مستر كلهم مع بعض ايت. اللي مجموحهم تو سيكس ايت. تو سيفن ناين. تو اسمها وان بي. واللي بعدها تو بي. ده ملخص بارت وان. وقلنا ان دي اكتر واحد موجود فيهم مين هو الايرن. وبعد كده يجي التايتانيوم وبعد كده يجي المانجنيس. والواحد سكانديم. وقلنا عليه في الحاسة التانية انه هو ده جزء الاولاني اللي هو الفيديو اللي كان ساعدين. طب يلا بينا نشوف مع بعض ده كاترة الفيديو التاني كان بيتكلم عن ايه. دكتوري اللي عايزه الغالي من اصعب واتقل البوينت اللي شرحناها في لسن ون هي البوينت دي. هي الاوكسيديشن والريدوكشن. وناس كتيرة قوي كتيرة جدا وقفة فيها تايا فيها شوية. طب تعالى نلخص مع بعض بسرعة الاوكسيديشن والريدوكشن تاني. مستري نعم. في الاول خالص يعني ايه كلمة طبعا هبنكلم عن هنا ال اوكسيديشن ستتديتز. طب يعني ايه كلمة كلمة خدنا زمان كلمة ال اوكسيديشن والريدوكشن. قالو لك ان ال اوكسيديشن هي اى اللي بيحصل فيها ايه؟ حاجتين. يقام ما لوز انا عايز دلوقتي المعنى الاولاني اللي هو كلمة ايه? كلمة لوز. يبقى اي حاجة بتعمل بتعمل لوز تاني اي حاجة بتعمل لوز. كلام جميل جدا. مليش دعوه بس خلي بالك اللي بيعمل بنسميه ايه? بنسميه حاجة اسمها يبقى خلاصة الحتة دي طب بصوا معايا يا دكاترة ويا سادزة ويا بش مهندسين. لو جينا بصينا على الالمن ده مين? طب يلا بعد اذن حضراتكم نعمل له ها نحط هنا اتنين وهنا كام وهنا واحد الاسكان دي لما يجي يعمل لوز يعمل لوز من الاس ولا من الدي? مستري لازم تركز قوي في المعلومة دي اهي دي النيوكليس ودي هنا كده عندي دي الانرجي ليفلز اهو بص كده اعمل واحد تاني بلون تاني واعتبر كده ده وده هنا فيه الكترون وهنا فيه الكترون يا ترى لما نيجي نعمل لوز من انهي اسهل مع العلم ان النيوكليس بتعمل حاجة اسمها مستر اللي يحصل لوز اسهل الابعد اللي هو يبقى دايما الطبيعي بتاعي انا بعمل لوز من اين يا مستر بعمل لوز من هلو جدا طب تعالى نطبق القانون نشوفه هيمشي على مين في اللي عندنا بص وركز معايا حضرتك اهو بص كده ها لما يجي يعمل لوز يعمل لوز من اين من الفور اس والمن ثري دي الطبيعي يا مستر فور اس طب بعد ازدك يعمل لوز ايه ده ده عمل لوز من الاتنين اه حضرتك يبقى ده اكسبشن لي يا اسكانديم عملت كده اسكانديم رده وقال يا جماعة انا مختلف عنكم انا اول واحد في الفيرست ترانزشن سيريس فانا اكبر واحد في الاتومي كريديس فعندي لارج ااتومي كريديس حلو وكمان لما الاتوم بتيجي تلوز توي электرونز هتفقد وهتفقد الاتنين بتاع الاس الفور بتاع الاس التوي الكترونز بتاع الفور اس طب ما بالمرة تاخد مع ها الالكترون بتاعديده الوحده ده الوحده يبقى законديم بيلوز الثريلي، عشان عنده اتومي كريدياس فسهل انه هو يعمل لوز هو اكبر واحد فيهم في الاتوميك ريدياس تختيخه تختيخه فسهل ان يعمل لثري إلكترون بسهولة صعبة؟ يبقى عنده كام هي واحدة يا قاضي طب والاكسيديشن نومبر بتاعه بكام بوستف ثري لكن كام استيت واحدة النومبر بوستف ثري يبقى لازم تفرق بين عددهم كام عمل كام لوز وبين اكسيديشن نومبر الرقم نفسه حلو اللي فهمني يركز معاه في اللي جاية مين دا يا مستر دا تايتانيوم فور اس تو وثري دي تو عنده تو الكترونز اتنين في الاس واثنين في الدي بعد ازدك تايتانيوم يعمل لوز تتوقعه هيلوز من الاس ولا من الدي رد عليها بسرعة يا مستر انت وطلنا الطبيعة هيلوز من اين من الاس عمل لوز من الاس واتبقى اتنين في الدي طب يلا عمل لوز تاني على كم مرة يبقى ايزا عنده كام تلاتة مرة عمل لوز لتنين ومرة التالت ومرة الرابعة طب يا مستر هي اللي حولها دايرة دي ايه دي حضرتك يا دكتور العزيز والغالي المست الكمون استيت اللي موجودة في النيتش في اليرث كراست اكتر فهمتني ماشا مستر فهمت اصدى حضرتك وكذلك بيحصل في الفناديم نفس الفكرة وبنفس الطريقة الفناديم بس تاله بقى نركز عند مين عند اللي بعد الفناديم الكروميوم كروميوم اصله A-R-E-T-E-N 4S2 و 3D كام يا مستر و 3D4 بص اللي يحصل معا دكتوري بقى 4S1 و 3D5 طب لما يجي يلوز هيلوز منين من 4S ولا من 3D من 4S لا ده اكسبشن برضه عمل لوز التو الكترونز بتاعته بص هلو جدا فقد الالكتروني التاني بتاعه اللي كان جايبه من الـ اللي كان جايبه من الـ لما طلع الالكترون الاول يبقى بيبدأ بكام وبعد كده واخدين بالكم كلهم بيعملوا لوز لكل الالكترونز اللي عندهم بيعملوا لوز ليا مستر لكل الالكترونز اللي ايه اللي عندهم حتى بص كده المانجنيز ها ودي هنا كده حلو قوي هيعمل لوز للفور اس وبعد كده عمل لوز لكل الالكترونز بتاعته ومن هي من بعد المانجنيز بتبدأ ما بتعملش لوز لكل الالكترونز بتاعتها زي مين يا مستر زي خد بالك دي اكتر جزئية واكتر جزئية الناس بتتوه فيها جدا 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 فركز معها في الشرحة ده مش تلاقيها عند اي حد لأ واثقة من نفسيها مش فاتف بانا كده ركز معها في الكلام ده الارون بتوين دي سيكس اهو ركز معها بقى بلا عليك الارون بيجي عمل لوز اول حاجة بيلوز منها هي الفور اس بيفقد الالكترونز طيب هنا بقى عندي سيكس لو هيلوز ون هيلوز ده وهيقوم جاي ده جاي هنا عشان تبقى يبقى ثري دي فايف يبقى كده الارون عندها كام عندها فايف الكترونز حتى بص الارون هتلاقي هنا كده حولها دايرة طيب مستر لو حب يعمل لوز اكتر من فايف هيرجع ده هنا يعمل بير زي ما هو يرتب ويبدأ يلوز بس 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 ويتبقى دول مع بعض جيه هم هرتبطين عشان كده اعلى اوكسيديشن ستيت في الايرن كانت كام كانت سيكس ان الايرن عمل لوز للايت الايكترونز بتوعه دكتور العزو الغالي رئيس قسم الكامية ركز معايا قوي 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 هنا بيقول لك ايه خد بالك مش موجودة عندنا خالص فالترانزيشن ليه ليه مش موجود في جروب ايت قالك علشان مش بتعمل لوز لكل بسبب عملية سمع عملية هم ارتبطوا بقى امور ارتبطين مع بعضشيهم انا زي ما انت شايف اسرة مع بعضين فلما ارتبطوا بقى امور ستيت وكل اللي بعد كده بيحصل بنفس الطريقة مع هذا الكبر الكبر بيبقى عنده فبيلوز من الاس وتفضل التن زي ما هي ممكن بعد كده يلوز من التن ويوصل باستف كام تو يبقى الكبر بيلوز وان و تو بص معايا ونكز قوي في الحتة دي دكتوري العزو الغالي شوية اسئلة كده في السريعة يلا بيقولك الاوكسديشن ستيت او الاوكسديشن نامبرز الاوكسديشن نامبرز مستر الاوكسديشن نامبر ستارت فروم لو قطي لي بوستف طول بوستف سيفن اقولك غلط ستارت فروم بوستف وان لبوستف كام حضرتك من بوستف وان لبوستف سيفن حلو جدا ماشي يا مستر فهمت قصدك طب السؤال التاني كل다고 تبدأ بباستفETرو معذا مين كله بيبدأ باستفETرو معاذا الكوبر والاستر معذا الكوبر بركس في السؤال اهو بيبدأ بثري كله بيبدأ بتو بيبدأ بتو معذا الأتنين دول ماشي يا ميستر ماشي يا قاطي طب السؤال ده كل estrogen 스테يج بتدي باستفETرو معاذا مين كل الاكسديشن استيتس بتدي بوسطف تو معادة الاسكانديام هو الوحيد اللي مش بيدي بوسطف تو. حلوة اوه الاسئلة دي. خد بالك. ها? كل الاليمنتس اللي عندها مور دان اكتر من وان اكسديشن استيت. معادة مين? معادة الاسكانديام والزينك. طب مستر لو غيرت كلمة فرست وخلتها كل الاليمنتس اه او كل الاليمنتس هيبقى الاسكانديام بس. لان ده فهمتوا قصدي اذا كترة? دي اهم طبعا اعلى موجودة في فين? في المانجانيز. طب واعلى موجودة فين? خلي بالك من دي الناس بتاخدش بالها منها. اعلى موجودة في الفايف في الفناديم. يعني مور اجزيستد خلي بالك من الحاجة. دايما الاليمنتس او الاليمنتس بتاعت بيبقى عندها كزا. ليه مستر? عشان الاس والدي قريبين من بعض. فممكن الزم الاس والدي مع بعض. شوية من الاس وشوية من دي. خلي بالك. لو جينا بصينا هنا. الحيطة دي مهمة جدا جدا جدا. دكتور اللي عايزه غالي. لو جينا بصينا كده مع بعض. هنلاقي جروب دي اسمها جروب ثري بي. واقصى رقم لها ثري. فور بي. واعلى حاجة لها فور. فايف بي. فايف. سيكس بي. سيكس. سيفن بي. سيفن. حلوة جدا يا مستر. بيس قوي. جميل جدا. طب بص بقى بعد كده بعد ازنا حاجة في اللي جاي. ولكس. هنا جروب ايت اخرها سيكس. جروب ايت اخرها فور. اخرها فور. طب جروب وان اخرها كام? اخرها. خلي فري دي تبع الايو بس. اخرها تو. معنى كده الوحيدة اللي الاكسيديشن استيت اكبر من الجروب نمبر هي جروب وان بي فيها كبر وسيلفر وجولد. بنسميهم كاينيج متلز. دي اهم المعلومات اللي جرحناها اللي عندنا في الجزء الاول. تعالوا نتكلم عن نقطة كمان. نقطة اسمها الايو نيزيشن بوتنشيال. ونقطة نفنش بيها الميننج بتاع الترانزيشن المتز. دكتوري اللي عايزو الغالي رئيس قسم الكيميا من اصعب البوينتز اللي عندك في لسن ون كلمة اسمها الايو نيزيشن. عايزك تركز معي قوي عشان عايزين نخطفها كده. مرة واحدة مع بعض شينا نخلصها ونخلص عليها. دكتوري اللي عايزو الغالي رئيس قسم الكيميا. في الاول خالص يعني ايه كلمة ايو نيزيشن انرجي. بيقولك ايه? هي ايه يا قاضي تركز معي. حبيبي هي الانرجي نيدد. عشان اديك الالكترون بتاعي. مش ببلاش. ده مش ببلاش ده بفلوس. تديني فلوس? انرجي? اديك الالكترون. طب بكام يا راضي? والله على حسب. حسب الحالة بتاعته. حسب المكان بتاعته. حسب الاستعمال. استعمال ايه? استعمال محافظ ولا استعمال جديد ولا استعمال خفيف ولا مستهلك خالص. حسب. هديك سعر. طب تعال نفهم من كام ده ونشوفه. بس المتفق معي ان انا عشان طلع الالكترون لازم ياخد قصده انرجي. بنسميها ايونيزيشن انرجي. حبيبي ركز معي. ده الالومنيوم بزيرو. عنده تيرتين بروتون. وفيه هنا اشرح لك بالطريقة القديمة. وفيه بالطريقة العادية اللي انت بتعود عليها. وهنا عندنا تيرتين. تو ايت تو. وهنا عندنا برضو تيرتين. ها تو ايت وان. وهنا تيرتين. وعنده تو ايت بس. هنا ثري. هنا تو. هنا وان. طيب. تو ايت بس. كلام جميل. هنا وان وهنا زيرو. حلو قوي. ركز معي. طيب. هنا برضو تيرتين. بس. تو سيفن. ركز بقى وفهم الكلام. وصحة اوي 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 للكلام. الالومنيوم عنده في وبيعمل اتراكت او حصل لهم اتراكشن بثيرتين. هنا اللي عمل لهم كان بثيرتين. يعني تلاتاشر واحد بيشده تلاتة. و تلاتاشر واحد بيشده اتنين. انهي الاتراكشن اللي اقوى التلاتاشر لما بيشده اتنين. يبقى هنا الاتراكشن قوي. فعشان طلع الكترون من هنا يحتاج انرجي كبيرة. وهنا الاتراكشن اقوى الانرجي هتزيد. طيب ركز معي. لو جينا نطلع من الالومنيوم الكترون واحد. بص كده حضرتك معي. هنا في كام? ثري. يحتاج انرجي مثلا مثلا. طب عشان طلع الكترون تاني. نفس الانرجي هتزيد. لان الاتراكشن زاد على اتنين. فاهم قصدي? تلاتاشر بيشده اتنين. يبقى مثل الاتراكشن بقى بكم? بقى بوان ثاوزند. كل ما الاتراكشن ما بيزيد. كل ما الاتراكشن ما بيزيد الانرجي بتزيد. حلو. طيب. يا طرى الالكترون اللي بعد كده بكم? ها? ده. هتزيد هتبقى. بس واخد بالك من الزيادة عامل ازاي? يعني دايما بيزيد الحاجة بسيطة كده. مش كتير. طب هنا بقى عنده هت открыل من هتجج احتاج انرجي يقدي ايه? اه اه او اا يوالك. كتير جدا جدا جدا. قدي ايه يعني قاضي? مش ده كان الفين? يضرب اي رخم انت عايزه. حداشر الف. ايه ده? هو الرقم زاد كده ليه? عشان عملت يا سكي اخواتك. عمل زي كده الزابط. ومسك الحرامية بتوقعه. اول حرامة هيرب ماشي. دفع فلوس قليلة. تاني واحد عشان يهرب دفع فلوس اكتر. تاني يدفع فلوس اكتر. طب لما حطوهم جوا السجن عشان حد يهرب من السجن بيدفع كبيرة قوي. فاهميني? يبقى عشان نقصها. والرقم ده هو اللي بيعرفني كان عندي كم الكترون. يعني هو جه من بوستف ثري لبوستف فور احتاج انرجة كبيرة صح? يعني كان فيه كم واحد قبله? واحد اتنين تلاتة. يبقى هو كان عنده كم الكترون? تلاتة. يبقى مجا اقول لك بتاعه كبير? تقول لك انا عنده تلاتة. تقول لك بتاعه كبير? تقول لك انا عنده اتنين. لو قلت لك تقول لك انا عنده كم? واحد. يعني بص كده معي في الاكزامبل ده وركز قوي. لو قلت لحضرتك. تقول لك عندها بتلوز تنين سهل. لكن التالت عندها صعب. طب لو قلت لك بص الاكزامبل ده ان ايه باليفن? ها? بتلوز عندها بتلوز لكن هو اللي بيكون كبير. طب لو قلت لك الاكزامبل ده لك فاناديم بتوينتي ثري. تقول لي فاناديم عنده. اتنين وتلاتة خمسة. بيلوز خمسة بسهولة. لكن السادس صعب. يبقى اقول هنا مين? ها? هيكون صعب بالنسبة للفاناديم. دايما كده اي سؤال ايجي لنا بحله بنفس الطريقة دي. بص معها كده حكي على السؤال ده. ودايما في فيديو للحل الهومورك فيها اسئلة. حل اسئلة اكتناة قوي. حلوة بنفس الفكرة. اتفرجوا عليها ايو طبعونا على القناة بتاعتنا. يلا ده كاترتنا. بيقول لك المنت ايكس. ده الفيرس وده السكند وده ثيرد وده الفورث وده الففت. لحد سيفن. حلوة قوي. ممكن تقولي الفورمولة بتاعته مع الاكسجن وتبقى عاملة ازاي او الاكسايد? حاجة معروفة او حاجة يعني متوقعتش الناس اسأل فيها. معروف ان الاكسجن دايما بكام بتو? طب الاكس ده بكام? هعرف منه الارقام دي. ازاي? مش هنا سيكس هندرد. هنا وان ثاوزند. هنا سيفن ثاوزند. يبقى ازا هنا بدأ يكسر يبقى هو كان عنده الكترون ثري. يبقى الاكس بكام بثري. يبقى اكس تو وثري. كده احنا عرفنا او كلمنا عن المعلومة اللي عندنا بتاعة الايونيزيشن بقى لحدك معلومة تانية ازاي نقدر نحدد الايلمنت ترانزيشن ولا مش ترانزيشن هتشوفوها معي في الفيديو الصغير ده. الكلمتين دول المهمين قوي. ودي اول كلمة بدأت مع حضراتكم بيها الحصة بتاعتي لما قطلكم بتاع ترانزيشن في بيجة ثرتين زي ما بدأنا بالترانزيشن ننهي. يعني ايه يا جماعة كلمة ترانزيشن قلناها بكذا مرة هي اللي عندها مش مليانة نوت ايه ده كاترتنا نوت كومبليتلي فيلد. حلوة قوي. سواء في الاتوميك استيت او في الاكسيديشن استيت. اللي عندها الديو الاف سب ليفلز نوت كومبليتلي فيلد. مش مليانين. حلوة قوي. دي اسمها ايه ده كاترتنا? اسمها ترانزيشن المستر ممكن افهم اكتر الحتة دي عشان مهمة جدا. جدا. بيقول لحظة لك انت عندك مين? عندك الالمن ده. زينك. وعندك الالمن ده كبر. زينك ومين? كبر. نعمل سهم كده. نعمل سهم كده. سهم كده. وسهم كده. ونحط بين كل سهم من الاسهم دي خط كده فاصل بينهم. ها? وخط كده ايه? فاصل بينهم. ودي خط كمان يفصل بينهم. عشان نقدر نحل الكلام بتاعنا. دكتوري ورئيس قسم الكامية ركز معي. الزينك هنا بكامية مستر بثيرتي. يعني لو جيت قلت لحضرتك يعمل له هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن وده بنسمي زينك اتوم. بنسمي زينك ايه جماعة? اتوم. طيب لما زينك اتوم ده يتحول ويفقد تو الكتروز. هيبقى زينك بوسطف كام تو. زينك بوسطف تو يا مستر يا دكتوري. عبارة عن ايه? اي ار اتين برضو مش بنكتبها دايما. اي ار اتين فور اس. هيفقد الكتروز. قلنا من شوية. بيفقد الكتروز بتاعته الكتروز بتاعته من الاس ولا من دي. يا مستر بيفقد الكتروز بتاعته من من الدي. من الاس قصدي. يبقى فور اس زيرو. ها? وثري دي تن. حلو. وهنا كان ايه لما كان قاتهم فور اس تو وثري دي تن. خد بالك من حاجة مهمة جدا. ايه هي يا مستر? ايه هي يا قضي? ان هنا عنده دي تن وهنا عنده دي تن. اه. طب يرجع تاني معايا بعد ازنك. ركز قوي. بص في الديفنيشن. خد بالك. اهم حاجة اخر جزئية. دي اهم جزئية. بص معايا كده. بس خلي بالك ها. لما كان اتم عنده دي مليانة. لما كان عمل وبقى عنده دي مليانة. يبقى في الحالتين الدي عنده ايه? مليانة. يبقى ازن ده مش ترانزيشن. لان هو بقى في كل الشروط اللي اتحقق ان هو مش ترانزيشن. ازاين? قال لك الترانزيشن ويكون عنده دي و اف? هو عنده اف اه. بس دي و اف ما لهم? مش مليانين. هم هنا مليانين. مش مليانين في حالتين. في حالة الاتوم وحالة الاعيون. هو هنا في الحالتين. ادي مليانة. يبقى ازن هو في الحالتين ادي مليانة. يبقى ازن هو مشتر عالتانية دي بص عالكبر عشان لو ما تفهمتش دي ان شاء الله تفهم اللي جاية. تفهمتش الجاية بقى ما نجدعه. هاي في الفيديو يمشي. مش عايز اشوفك تاني. ها معي يا حبيبي غالي علي يا ربنا. بعزك جدا الله العظيم. ها دي دي كبر سي يو زيرو. ودي كبر ايون. سي يو بوستف تو. حلو قوي. وركز معايا جدا. يلا هيا يا مستر. اي قصدي. يا مستر. يا قاضي. في ايه يا قاضي متركز معانا شوية. حضر يا حبيبي. دي كامتن يا ازكى اخواتك. ليه يا مستر عملناها كده? يا لهوي. وربنا قطع هدومي. يات. ما خرجنش يات من هدومي يات. ليه عملناك كده? عشان هو عنده ماشي. طيب. لما تكبر يعمل لزة هيبقى فور. طبعا يا قريتين خلاص. فور اس تو. اصدي فور اس زيرو. وثري دي ناين. طب تعالى نبص حد دي في الحالتين عندنا. دي هنا ودي هنا. الدي هنا مليانة. طب هل لما عمل لوز دي لسة مليانة? لأ. يبقى هو قالك لازم في الاتوميك وفي الاكسيديشن. يبقى مش مليانة. هنا مش هنا مش مليانة فين? في واحدة فيهم. اصدي مليانة في واحدة بس. يبقى ايه زن ده? ترانزشن اليمنتز. ده ايه يا جماعة? ده ترانزشن اليمنتز. يبقى لو حتة دي مهمة جدا جدا. وبعد اذنكم صوروها كده اخدوها سكرين. عشان انتم بتذكروا. حتة اللي فاتي دي. يبقى اقدر اقول لي يا دكتوري اللي عايزه الغالي. ليه? بنقول على الكوينج ميتلز. من هي الكوينج ميتلز? الله ينور على حضرتك. الكوبر والسيلفر والجولد. ليه بنقول على الكوينج ميتلز? انه هما ترانزشن اليمنتز. عشان هما الاتنين بيكونوا مالهم يا جماعة? بيكونوا عندهم في مالهم. الدي مش مليانة. الدي مش ايه? مش مليانة. طيب. هما الليه? الزينك والكاديم والميركري. بدون عليهم ايه جماعة? اه بدون عليهم عشان عندهم الدي مليانة في كل الحالات. في كل ايه? الحالات. احنا كده. وصلنا يا دا كترة ويا يا ساتزا ويا مش مهن نسيب معاكم. للنهاية. قبل ما نخش على النهاية. الكبر. فاكرينو هشرحو في الحصة ان شاء الله باسد الله. هشرح الجزء بتاع الكبر ده. اول ما خش في الحصة بتاعتنا قيلة الناس تفكرني. بس معلش كده بقى. هنتعود بقى كده كل حصة. ندي سؤال حلو للناس. قبل ما نوصل للنهاية استنى هاد ما تقفلش يات. يا دا واطي يا دا لبسات الحصة خلصت. ها هتوحشني وربنا. السؤال حلو قوي عجبني جدا 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 ها هسألوا الناس واشوف مين في كم هجاوبوا وعليه كتير قوي. حلو. السؤال بيقول ليه يا دكتوري. ها انت عايز تخلص برضو انت كمان? انت كمان زهيت? يخربك كده. يلا يا جماعة ها تحص دي وربنا حصة جملي. يا جماعة مش عايزة خلص يخربك كده. في ايه? ايوا كده بس كده. لاي لاي لا الله. ارجع بس كده. او هتقفل بقى انت ركز معي. بيقول لك ايه? سؤال حلو ايه وعايزة نستجاوب عليه. ها. بيقول لك الريشو. بتوين. صال سهل. الترانزيشن المنتز. ليه? النن ترانزيشن المنتز. ترانزيشن المنتز. في البريود نمبر فور. في البريود نمبر كام فور. عايزة عارف يعني حتى سانة كده عشان خليك تزاكر يعني. عايزة عارف الريشو. النسبة بين الترانزيشن للنن ترانزيشن المنتز. هل هي ايه? ولا بي? ولا سي? ولا دي? هيا مستر. هل هي? ناين تو وان? ولا? وان لناين? ولا وان لتو? ولا وان لون? بس لازم حضراتكم. وانتوا قاعدين كده. اعمل خلاص الفيديو. شوفوا السؤال ده. وكل ناس تجيلي في الحسة بتاعتها. اه مجاوبة على السؤال ده. الناس اللي معانا اولاين اللي مش تقابلنا في السنتر يعني. هحلل لكم السؤال ده في اول الحسة الجاية ان شاء الله بازن الله. كده هنرحمد لله. خلصنا مع بعض اول محاضرة من محاضرات السنة. السنة دي. السنة الجديدة. سنة عشرين تلاتة وعشرين. نتوفي لكم ان شاء الله بازن الله. ويا رب ربنا يوفقكم. في حل الهومورك. هنعمل فيديو وينزل بعدها بيوم. حل الهومورك. ان شاء الله بازن الله. هننزل لحضراتكم على قد ما نقدر في اسرع وقت. اه انت بص فيها على السئلة بتاعتك والحاجات اللي نقصاك. عشان تخش تنتحن وانت جاهز. مستعد لكل الحاجات دي. وارجع عندلكم تاني يا دكاترة ويا ساتزة ويا بش مهندسين. كده احنا يا دكاترة ويا ساتزة ويا بش مهندسين. خلصنا اول حلقة من حلقات بتاعتنا بالزاتونة. ان شاء الله بازن الله هنحاول نعمل لك كل الزاتون. كل الزاتون كله. ها بتاع المنهج بتاعنا. ان شاء الله تستفيدوا منها. ولو انتم استفدتم منها قلونا واكدوا علينا عشان نبدأ لكم بقية المحاضرات. بالتوفيق اليكم والسلام عليكم.